تتباعد المسافات ما بين الناصرة وجمهورية الدومينيكان لكن الدكتور فيكتور عطالة يحمل ذكرى وطن بعيد لم يعاش فيه بل بقي في وجدانه ورغم أنه يعتبر من أنجح أطباء القلب في جمهورية الدومينيكان إلا أنه منخرط أيضا في الأعمال الخيرية فهو يبحث عن طرق لدعم الفلسطينيين في الداخل بتوصيل مواد إغاثة ومعدات ليبقي على هذا التواصل مع وطن آخر بعيد رغم ولادته في الدومينيكان لقد أتت أمي من الناصر وأبي من حيفا تركوا فلسطين في الخمسينات لقد كانوا في وضع مالي جيد لكن وضع الاحتلال أجبرهم على الهجرة أولا إلى بلدنا عربي ثم إلى هنا حيث كان لديهم بعض الأقارب والدكتور عطلة سيصبح قريبا القنصل الفخري لفلسطين في الدومينيكان وسيعمل على تنسيق بعثات طلبية وتشجيع السياح من جمهورية الدومينيكان إلى التوجه إلى الناصر وبيت الحم عدا عن هذا فهو ناجط في المجال السياسي وكان من ضمن المشاركين في ندوات رئيس فرناندس في إيجاد حل لإصراع العربي الإسرائيلي أسعي إلى خلق علاقة بين العرب جميعا في هذا المكان وليس الفلسطينيين وحسب وذلك من خلال تشكيل هي أو مؤسسة تعنا بأحضار الطلاب إلى الدراسة هنا وخلق حال التحالف بيننا وبينهم والدكتور فيكتور عطلة هو خريج جماعتي كورنيل وهارفد وما يحلم به هو المساعدة في تأسيس كلية طب في فلسطين ناديا البلبيسي من سانتو دمينيغو في جمهورية الدومينيكان